الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك واحفظنا بحفظك واحمنا بحمايتك اللهم احينا بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله واملأنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لا نرى إلا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه الحلقة المباركة حبيبنا تكلم عن فقه الصيام الفقه وشنوه الفقه هو الفهم كيف نفهم الكتاب والسنة الكتاب موجود القرآن موجود عند كل الناس ولكن كيف نفهمه كيف نفهم السنة السنة موجودة ربما تدخل إلى كثير من بيوت المسلمين تجد عندهم صحيح البخاري وصحيح مسلم والنساء والترمذي وابن ماجر وابو داود ولكن كيف نفهم الأحاديث كيف نفهمها ماذا استنبط الفقهاء من كتاب الله ومن سنة رسوله يقول عليه الصلاة والسلام من يعد الله به خيرا يفقه في الدين من يعد الله به خيرا يفقه في الدين كين واحد أفضل من إنسان أراد الله له خيرا كين أفضل من يعد الله به خيرا يفقه في الدين معنى يفقهه في الدين يفهمه في الدين يفهمه الناس قعم دينة الناس قعم دينة ولكن شكون هو الفاهم لدينه أين هذا الفقه الذي يفهم الشريعة ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والمتعبد بلا فقه كحمار الطاحون تعرفوا حمار الطاحون ليدرس أو يطحن واش يديروله في عينه يديروله شكيمة الشكيمة واحد الجلدة هنا هاكذا يديروله عليه يديروله شكيمة باش مايدوخش لأنك أو يدور 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 وكما يديروله شكيمة يدوخ يطح يتصرع ما لا يديروله شكيمة علىها باش يعتقد بلا يمشيق باله مايدوخش أما حمار الطاحون أو يعتقد روحه قطع مئات كيلومات مئتين كيلومات وهو وين راهو أو في مكانه لم يتغير عن مكانه المتعبد بلا فقهين أو يعتقد روحه خلاص راهو من المقربين الكتاب والسنة على فهم السلف تصيبه خلاص أو يعتقد روحه مسلم سانكي طوال خمس نجوم وهو ما تغيرش من مكانه والمتعبد بلا فقهين كحمار الطاحون يعبد بلك هو يقوم الليل هو لو ذتعه باطل ما زال يمسحة لتقاشعه وبلك راهو النوافل الصيام وهو راهو صيامه باطل بلك راهو للحج حجه باطل فهمت كيف المتعبد بلا فقهين أما لا ما هو المطلوب أن تعبد الله بالفقه كما أمرت الشريعة إذن سأذكر بعض المسائل المتعلقة برمضان نبدأ إن شاء الله بحكم الحامل والمرضعة السمع مليح لي عنده مرت حامل الحامل يجب أن تصوم واختيكم من ذلك الفتوة أنفتاولهم باللزعمة ما دمري حامل لازم تأكل لا لا الحامل ليست شيئاً وحيداً لي رأي حاملها في الشهر الأول مشي كما لي حاملها في الشهر السابع ومشي كما لي رأي حامل في الشهر التاسع ولذلك الفقهاء أعطاولي الحامل حكم المريض واشقى لربي فمن كان منكم مريضاً أو على السفرين فعدة من أيام أخر أعطاولي حكم المريض وكتا تبدأ الحامل تحص روحا باللي ما راهيش قادرة تصوم لتمك تأكل ولكن ماشي ماشي بي مجرد تروح لعنة الطبيبة تقولها مبروك عليك كي حامل تروح تأكل رمضان لا لا كي ينسى حوامل وتصوم شهر كامل رب يعطي لها قوة هذا تعبكري هذا تعبكري الله يبارك تعالي يوم الله أغالب زادوا غير البطاطة المقلية ما عندهم لا قوة لا صحة لا والو هذه المشهر التانية تبدأت تتعوج وتتعواق طيح تتصراع ما تقدر درواله إذن الحوامل ما مش حاجة واحدة باش نحو نفتير فتوى واحدة أيما حامل روح يقولي لا لا إذا كانت تستطيع أن تصوم وأكلت من شهر رمضان فعليها القضاء والكفار والتوبة سمعتوا يا الحوامل سمعتوا وكذلك إذا كانت تخشى على جنينها إذا تأكد طبييا الطبيباء قتلها بالجنين لازم تشرب أدوية وهذه أدوية لازم تشربها في نهار رمضان هنا يجوز لها أن تأكل ويجوز لها أن تقضي ولكن لا تأكل الحامل شهر رمضان بحجة فقط أنها حامل لا لا إذا كان تعجز عن الصوم إذا كان تخشى على جنينها فهمتوا هذه المسألة فهمتواها الله فهمنا بالنسبة للمرضعة المرضعة يجب أن تصوم خلاص القاعدة المرضعة يجب أن تصوم ويكتب جزلها تأكل رمضان إذا كان تخشى على رضيعها يعني لو كانت صوم يقول لي ما عندهش الحليب ولما يقول لي ما عندهش الحليب يتضرر الرضيع هنا يجوز لها أن تأكل وتقضي بعد ذلك أما إذا كان عندها الحليب كأن بعض المرضعات الله يبارك رب يعطى لهم الحليب سواء تكلت ولا ماكلت ولا تصحرت ولا ما تصحرت الله يبارك الحليب متدفق هذه يجب عليها أن تصوم لا يجوز لها أن تأكل وإذا الفتوى تعاب أخو اللي طالي خلط عليكم دينكم وقال لهم ما قال لهم بمجرد جرد مراهي مرضعة تروح تأكل لا لا أعلى كائن مرضية عندها الحليب الله يبارك عندها الحليب كانت وحد المرأة في الحي الثاني كان عندها أولادها ترضى والله العظيم رب يعطي لها الحليب يا وليد فات المعامر وتروح تخلي الوليد ويجري يدوها يجري يدوها يترضى هذه الأطفال الله يبارك أما إذا مرأ ربي فتح عليها بالحليب لا يجوز أن تأكل أكو اسماته إلا إذا خشيت على الرضيع أما إذا كانت إذا تصحرت وعندها الحليب فلا يجوز أن تأكل إذن الحامل والمرضع كي عرفت مسألة ثانية إذا دخل على رمضان وانتمز المقضي رمضان لي فات كان عليك قضاء ولا إمرأة ترتب عليها قضاء رمضان بسبب شرعي وما قضت سوى تهاونا ولا نهار يجيب نهار وراه مشغولة حتى دخل رمضان الجديد واش دي صوم رمضان الحالي صوم رمضان وبعد رمضان عليك أن تقضي يوما عن ذلك اليوم وأن تطعم مسكين يسموها الكفارة الصهرة يعني أن تطعم مسكين لو كان ما يمرش رمضان على رمضان تصوم نهار واحد عن كل يوم ولكن لما مر رمضان على رمضان عليك القضاء والفدية القضاء والفدية واشنو هي الفدية الفدية هي إطعام مسكين الشريعة ما حددتهاش بالمال الشريعة لم تحددها بالمال أطعمه وأشبعه هذه الفدية في الحصة القادمة إن شاء الله أفصل أكثر ورقمي موجود عندكم على واتساب ليبعد السؤال على واتساب أجيبه إن شاء الله فقط ما تتقلقوش معه السؤال ولا ألف ولا عشرين ألف ولا الله يرضى عليكم ويتقبل الصيام والقيام ويمنع بيوتكم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة